يا رب نور دربك يا رب أسعد قلبك يا مليكي يا رجائي يا ذليل وضيائي نور دربك ليس لي حول فإني بك حولي وعليك بك حولي وعليك في شهيقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى اليونت السابع للصف الخامس الابتدائي كتاب النشاط والآن سوف أبدأ بلسن 1 بيج 88 صفحة 88 من كتاب النشاط اي الفعالي اي write them missing letters اكتب الحروف المفقودة look at your pupils book انظر إلى كتاب الطالب and check your answers ويعني اختبر أو افحص أجوبتك فهنا في هذه الصناديق يطلب منا أن نكمل الحروف المفقودة لكل فصل فلدينا الفصل الأول هو سماء سماء فيكون هنا فراغين فنكتب M و M و E R سماء وأما في الأسفل winter 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 وهنا لدينا فراغين E R و انت الر لا تلفظ هنا وأيضا spring 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 هنا فراغين أيضا spring هو الربيع spring والفراغ الأخير هو autumn autumn هنا T و U و M N والآن لا تلفظ هنا autumn و الآن لدينا activity be write the names of the seasons أكتب اسماء الفصول under the pictures تحت الصور هنا لدينا أربع صور الصور الأولى هي صورة الشمس فيكون يعني في فصل الصيف الشمس تكون قوية فنكتب سماء سماء تحت صورة الشمس أما الصور الأخرى هي صورة الورقة هناك فصل تتساقط فيه الأوراق فيكون autumn فصل الخريف autumn فصل الخريف فصل الآخر هو فصل الشتاء هذه صورة فصل الشتاء winter 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 و الفصل الآخر هو الذي تظهر فيه الورود فيكون spring 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 الربيع والآن لدينا activity see what's the weather like يعني ما هو الجو write the seasons أكتب الفصول number one it's dry hot and sunny it's dry dry معناها جاف for hot معناها حار and sunny و مشمس فهذه مواصفات فصل الصيف فنكتب it's summer إنه الصيف number two it's warm and windy إنه دافئ وفيه الرياح فيكون هذه مواصفات فصل الخريف فنكتب it's autumn number three it's cloudy rainy and cold it's cloudy معناها غائم و rainy منطل and cold وبارد فهذه مواصفات فصل الشتاء فنكتب it's winter number four it's mild cool and rainy يعني إنه معتدل mild معناها معتدل cool يعني هادئ and rainy ممطر فهذه مواصفات فصل الربيع فنكتب it's spring it's spring it's spring والآن لدينا الصفحة الأخرى lesson one page 89 89 صفحة 89 of the activity book من كتاب النشاط activity e read about the weather يعني أقرأ حول الجو write the numbers أكتب الأرقام on the map على الخريطة in the correct places في الأماكن الصحيحة هنا لدينا و the map يعني خارطة الجو وهنا لدينا north معناها الشمال south north north east and west و الغرب و الشرق و لدينا هنا في key يعني صورة المفاتيح الخريطة key المفتاح river هنا صورة river نهر marshes الأهوار desert الصحراء mountains الجبال forest يعني الغابة والليك البحيرة number one near the mountains يعني بالقرب من الجبال there are big forces هناك يعني غابة كبيرة when the spring comes حينما الربيع يأتي the weather gets warmer يعني الجو يصبح أتفئ it's mild إنه معتدل from march to april يعني من شهر march الثارث إلى april الرابع يكون معتدل and it and it can be rainy ويستطيع يعني أن يكون ممطر you can see beautiful flowers تستطيع أن تشاهد ورود الجميلة in the forest في الغابة فنضع number one في الأعلى عند صور الغابة الأشجار في الأعلى number two the marshes are in the south of the island يعني الهوار في جنوب الجزيرة there are lakes here too أيضا هناك بحيرات هنا it's hot and sunny إنه حار ومشمس in the summer في الصيف it's humid too أيضا هو رطب because of all the water in the marshes لأنه يعني بسبب كل المياه التي في الأهوار فتكون number two في الأسفل في الأسفل عند صورة البحيرة و number three there are high mountains in the north هناك جبال عالية في الشمال in winter it's very cold يعني في الشتاء إنه جدا باردة and there is lots of snow هناك الكثير من الثلج in December January and February في December هناك كثير من الثلج في شهر ديسمبر العاشر و جنواري الواحد و شهر February الثاني فتكون number three في الأعلى عند صورة الجبال و number four the desert يعني الصحراء is in the middle of the country في وسط البلد in summer and autumn في فصل الصيف والخريف it's always very hot يعني إنها تكون دائما جدا حارة and it can be windy too وتستطيع أن تكون فيها رياح أيضا it's very dry in the desert إنها جدا جافة في الصحراء فتكون number four عند الصحراء والآن لدينا activity F tell your partner about the weather أخبر زميلك حول الجو فهنا الزميل الأول يقول in winter it's very cold in the mountains في الشتاء يعني إنها جدا بردة في الجبال فالزميل آخر يقول yes there's lots of snow نعم هناك الكثير من الثلج south في الجنوب there are lakes and marshes هناك يعني بحيرات وأهور it's hot and humid in summer إنه حار ورطب humid in summer في الصيف والآن لدينا lesson 2 page 90 صفحة 90 of the activity book من كتاب النشاط activity A can play the sentences أكمل الجمل use um is are going to with a verb from the box يعني استخدم um is are and going to مع فعل من الأفعالات في الصناديق فالأفعال في الصناديق learn معناه تعلم buy يشتري take visit fly يعني يطير go يذهب have يتناول أو يأخذ number one تكون محلولة number one my family فكاتبين is going to go هنا وضعنا is لأنه my family مفرد فتأخذ is وبعدها نكتب going to وبعد التو يأتي فعل مجرد is going to go أهل ذي هم سوف يذهبون في عطلة to the north of Iraq إلى شمال العراق فنكتب is going to number two I I هو فراغ some Kurdish words أنا يعني بعض الكلمات الكردية أفعل بالكلمات الكردية أتعلمها فنأخذ كلمة learn learn يعني أتعلم I ماذا تأخذ تأخذ am فنقول I am وبعدها كما قلنا going to أنا سوف معناها I'm going to وبعدها learn learn I'm going to learn I'm going to learn some Kurdish words number three my sister by playing for the first time يعني أختي في لعبة الطائرة بالطائرة للمرة الأولى فماذا نقول هي طارت يعني في الطائرة للمرة الأولى فهنا my sister هي مفردة فنقول is my sister is ونكتب going to لأن هما طالبين عندنا أن نكتب going to يعني هي نريد أن نقول هي تطير في الطائرة المرة الأولى فنقول to fly fly she my sister my sister is going to fly أختي يعني أنها سوف تطير للمرة الأولى بواسطة الطائرة number four my brother lots of seven years يعني أخي الكثير من التذكارت فماذا يفعل في التذكارت هو يشتريها فنختار كلمة buy فنقول فهنا my brother هي مفردة فنختار is my brother is going is going to وبعد the to buy to buy كما قلنا فعل مجرد بعد the to يأتي to buy some seven years ويكمل الطالب الجملة number five we the citadel in Erbil يعني نحن القلعة في Erbil فماذا نفعل في القلعة نزورها فنختار كلمة visit فنقول we we هي للجمع فتأخذ a لا تأخذ is we are ونكتب going to نحن سوف we are going to وبعدها visit المجرد فعل مجرد من أي شيء we are going to visit the citadel in Erbil number six I lots of photos with my new camera أنا الكثير من الصور بكامرتي الجديدة فأأخذ صور take photos فأقول I تأخذ تأخذ فأقول I'm going I'm going I'm going أنا سوف I'm going to take to take أنا سوف أخذ lots of photos in my new camera في كامرتي الجديدة number seven we a great time نحن يعني أخذنا أو حصلنا على وقت رائع فأوي تأخذ هي آ لأنه جمع we are going نحن سوف we are going to have to have we are going to have نحن سوف نأخذ وقت رائع we are going to have a great time والآن لدينا activity B what do you think ماذا تعتقد which countries يعني أي بلدان are these children هؤلاء الأولاد going to go to سوف يذهبون لها فهنا تقول remember تذكر look back in your pupils book يعني أنظر أرجع إلى أو أنظر إلى كتاب الطالب if you need help إذا تحتاج مساعدة فهنا تقول to eat مزقوف يعني كي تأكل السمك المزقوف فمكتوب هو I'm going to go to Iraq أنا يعني سوف أذهب إلى العراق هذه أخذنا في اليونت الأول number two to see kangaroos لكي نشاهد الحيوانات الكنغر فيقول نقول I'm going to go to Australia لأنه حيوان الكنغر هو من أستراليا فأنا سوف أذهب إلى أستراليا number three to see the evil tower يعني كي نشاهد يعني أو نرى برج ايفل فطبعا هو برج ايفل في فرنسا فنقول I'm going to go to France to see the pyramids يعني كي نشاهد الأهرامات كما نعرف بأنه الحيوانات هي في مصر فنقول I'm going to go to Egypt to see the Taj Mahal to see the Taj Mahal لكي نشاهد يعني Taj Mahal هو موجود في الهند فنقول I'm going to go to India to buy a comma hat لكي يعني نشتري القبع المشهور العمانية فنقول I'm going to go to Uman ونال لدينا الصفحة الأخر listen to page 91 صفحة 91 of the activity book من كتاب النشاط activity C الفعالي C look at the pictures انظر للصور and unwrite the question words وأكتب كلمات السؤال هنا لدينا في الصندوق أدوات الاستفهام هنا لدينا who أول كلمة معناها من تسأل عن الشخص وين متى تسأل عن الزمان أو الوقت و how تسأل عن الكيفية كيف و where تسأل عن المكان و where أين why و why تسأل عن السبب لماذا و what تسأل عن الجماد أو الحيوان فهنا لدينا number one كما نلاحظ في الصورة بأنها صورة يعني تقويم تاريخ يسأل عن تاريخ فيسأل هنا are you going to go on holiday يعني متى عن تاريخ متى نسأل فيقول when are you going to go on holiday متى سوف تذهب يعني في عطلة number two كما نلاحظ بأنه في الصورة صورة يعني خريطة مكان فيسأل عن مكان و هي where التي تسأل المكان فنقول where are you going to go أين سوف تذهب number three هنا يعني صورة العائلة مع من سوف نذهب يسأل are you going to go with فنقول من الذي تسأل عن الشخص هي who فنقول who are you going to go with من الذي سوف يذهب معك و number four هنا يعني نريد أن نعرف كيف سوف تسافر بالطائرة أو الباص أو السيارة فنقول how are you going to get there كيف سوف تصل هناك و number five are you going to do ماذا سوف تفعل هناك يعني عندما يصل سوف يزور أماكن فنسأله ماذا سوف تفعل فنقول what are you going to do ماذا سوف تفعل و number six are you going to take a coat لماذا يعني أريد نعرف لماذا تأخذ كوت سترة طويلة لأنه بسبب البرودة فنقول why are you going to take a coat why are you going to take a coat لماذا يعني سوف تأخذ سترة و لدينا activity write three sentences اكتب ثلاث جمل about what about what you are going to do this weekend حول ماذا سوف تفعل في نهاية الاسبوع حول ماذا سوف تفعل في نهاية الاسبوع فأنا كتبت بعض الجمل يستطيع الطالب أن يكتب جمل أخرى عديدة هناك في الكتاب number one I'm going to go to Australia أنا سوف أذهب إلى أستراليا number two I'm going to learn some kardish words أنا يعني سوف أتعلم بعض الكلمات الكردية number three I'm going to visit the sepzol in Arabic أنا سوف أزور يعني القلعة في أربين أو أستطيع أن أقول أنا سوف أزور Egypt I'm going to go to Egypt و الآن لدينا lesson three page 92 صفحة 92 of the activity book من كتاب النشاء الفعالي look, read and number the speech bubbles يعني أنظر وأقرأ ورقم فقاعات الكلام هنا لدينا بعض الصور وسوف نقرأ فقاعات الكلام كما نلاحظ في الصور هناك فوضى فتقول فقاعات الكلام all this mess is yours كل هذه الفوضى لكم please tie it up رجاء يعني رتبوهن في الصور الثانية تقول البنت هذه حقيبتي إنها لي ليست لكي فتكون الفقاعة التي تخص الصور الثانية that's my bag هذه حقيبتي it's mine إنها لي not yours إنها ليست لكي وبكتور number 3 وأصور الثالثة تكون تقول well this doll isn't mine حسنا هذه اللعبة ليست لي it's yours إنها لكي وبكتور number 4 تقول فيها this book isn't mine هذه الكتاب ليس لي it's yours إنه لكي وبكتور number 5 تقول this CD isn't ours dad هذا السيد أو القرص ليس لنا أبي it's yours إنه لكي وبكتور number 6 يقول that's much better هذا جيد كثيرا now where are my glasses الآن أين نظاراتي فتقول له I can't see them أستطيع أن أراهم your glasses are under the chair نظاراتك تحت الكرسي والآن لدينا الصفحة الأخرى اللي سنثري look box صندوق النظر talking about whose things يعني نتحدث تحدث حوله يعني لمن الأشياء who's هي تسأل عن الملكية كما نراحظ في الصورة هنا who's هي لمن معناها وتسأل عن الملكية فكما نراحظ في الجملة whose bag is this لمن هذه الحقيبة فيقول it's my bag إنها حقيبتي or it's mine أو إنها لي كما تعلمنا بأنه أما نستخدم possessive pronouns or possessive adjectives my bag هي possessive adjectives يعني صفات التملك و mine هي possessive pronouns ضمار التملك والآن لدينا activity B look at page 95 of your pupils book انظر إلى صفحة 95 من كتاب الطالب Can't believe the table أكمل الجدول هنا كما نراحظ في الجدول لدينا صفات التملك ويطلب منها أن نكتب ضمار التملك it's my bag إنها حقيبتي وأستطيع أن أقول إنها لي فأكتب it's mine إنها لي و number two it's your book إنه كتابك you're أحولها إلى فقط أضيف it's yours إنها لك أو لك أو لكم they are his pants إنهم يعني أقلامه فهز تبقى نفسها they are his it's her pencil case إنها حقيبة الأقلام فأيضا her فقط أضع لها it's hers هنا ضمار التملك كما قلنا و لدينا activity c look at your desk انظر إلى رحلتك and your partner's desks ورحلات زملائكم ask and answer يعني اسأل وأجب فيسأل الطالب الأول whose pencils are these يعني لمن هذه الأقلام الرصاص فتقول they are mine إنها لي ويسأل أيضا whose book is this لمن هذا الكتاب فتقول it's yours إنه لك والآن لدينا lesson 4 page 94 صفحة 94 of the activity book من كتاب النشاط activity a color the present يعني لون الهدايا who are you going to give them to لمن سوف تعطيهم remember is it one thing or more than one use it or them هنا تقول لنا تذكر هل هي يعني شيء واحد أو أكثر من شيء فاستخدم it or them هنا it تستخدم للمفرد والthem تستخدم للجمع إذا كانت هدية واحدة فنقول it أما إذا كانت مجموعة هدايا فنقول them number one I'm going to give them to my dad أنا سوف أعطيهم إلى أبي لماذا هنا استخدمنا them لأنه كما نلاحظ بأنه الجراب هو جزئين متكون من جرابين وليست جراب واحد فنعتبر جمع فنقول them نقول عليهم them number two number two I'm going to give them to my mom أيضا هنا مجموعة هرود ليست وردة واحدة فنقول them I'm going to give them أنا سوف أعطيهم to my mom number three هنا لاحظ ميدالية واحدة فنقول I'm going to give it to my friend إلى صديقي أو صديقتي أنا سوف أعطيها إلى صديقتي فوضعنا it بدل الميدالية number four أيضا هنا أما واحد قدح فقط مفرد فنقول it I'm going to give it to my sister أنا سوف أعطيه إلى أختي number five أيضا هذه قبعة واحدة فنقول I'm going to give it to my brother أنا سوف أعطيها إلى أخي number six هنا الهدية متكونة من جزئين فنعتبر جمع فنقول I'm going to give them to my friend يعني الهدية المتكونة من جزئين تكون جمع والمتكونة من جزء واحد تكون مفرد I'm going to give them to my friend number seven I'm going to give it لماذا it هنا استخدمنا لأنه الوشاح وواحد السكاف واحد فنقول it to my father إلى أبي والآن لدينا الصفحة الأخرى lesson four page 95 صفحة 95 of the activity book من كتاب النشاط activity B look at the answer يعني انظر إلى الجواب can you guess the present هل تستطيع أن تحذر يعني الهدية هنا لدينا في الصندوق الأول slippers slippers معناها الشب شب أو النعال هنا جمع فنقول شباشيب flowers الورود أيضا جمع baseball cup قبعة baseball مفردة key ring يعني مدالية مفاتيح أيضا مفردة scarf أيضا مفردة يعني وشاح mug يعني قدح أيضا مفردة number one I bought you do you like them أنا اشتريت لك slippers يعني الشباشيب do you like them هل تحبهم؟ هنا استخدمنا them لأنه هم مجموعة little rabbits I love them يعني أرانا بالصغار أنا حبيتهم number two I bought you flowers do you like them؟ أنا يعني اشتريت لك الورود هل حبيتهم؟ أيضا الورود هنا وضعنا بدلهم them لأنهم جمع فيقول they are lovely هم جميلات what pretty colors ما هي لها من ألوان جميلة number three I bought you a scarf do you like it؟ أنا اشتريت لك وشاح هل حبيتهم؟ لا استخدمنا it لأنه الوشاح مفرد thank you شكرا لكم it's great for winter it's great for the winter إنه رائع يعني في الشتاء number four I bought you a key ring do you like it؟ أنا اشتريت لك مدالية مفاتيح هل حبيتها؟ what a good idea لا لها من فكرة جيدة no more lost keys لا فقدان المفاتيح number five I bought you a mug do you like it؟ أنا اشتريت لك قدح عن كبير هل حبيته؟ أيضا وضعنا بدل قدح it لأنه مفرد فيقول thank you شكرا لكم I can use it for my favorite drink استطيع أن استخدم الشراب المفضل number six I bought you a baseball cap أنا اشتريت لك قبعة البيسبول لعبة البيسبول do you like it؟ هل حبيتها؟ أيضا مفرد لأنه مفرد هي مفرد في وضع نائت فيقول I'm going to wear this at the sport club أنا سوف أرتديها في النادي الرياضي والآن لدينا lesson 5 page 96 صفحة 96 of the activity book من كتاب النشاط activity A read Jenna's notebook أقرأ يعني ملاحظات Jenna answer the questions أجيب على الأسئلة this is my notebook about my holiday in Erbil هذه ملاحظاتي حول يعني عطلتي في أربيل it was amazing إنها كانت رائعة here are my favorite things I did هنا يعني أشياء المفضلة التي أنا عملتها the mountains were wonderful الجبال كانت رائعة it was cold and snowy إنها كانت باردة ومثلجة we played in the snow and made a snowman نحن يعني لعبنا في الثلج وصنعنا رجل الثلج it was fun إنها كانت متعة I'm going to see my grandparents and friends tomorrow أنا سوف أراه أجدادي وأصدقائي غدا هنا يبدأ يتكلم بالمستقبل لأنه سوف غدا يراهم أما في الإعلافة تكلمة في الماضي وماذا فعل I'm going to give them the present I bought أنا سوف يعني أعطيهم الهدايا التي اشتريتها I hope everyone likes their present أنا أملين بأنه كل واحد يحب يعني هديته I bought postcard of the Pika waterfall أنا اشتريت يعني بطاقات بريدية لمصيف أو شلال بيخال for my best friend Rahaf لصديقتي المفضلة Rahaf because she likes to put pictures on her bedroom wall لأنها تحب أن تضع صور على حائط غرفة نومها I bought my grandfather a mug أنا اشتريت لجدي قدح كبير because he loves to drink tea لن هو يحب أن يشرب الشاي I bought some slippers for my grandmother أنا اشتريت بعض الشباشيب for my grandmother لجدتي because she has cold feet لن لديها أقدام باري I bought some pencils for my school friends أنا اشتريت بعض الأقلام لأصدقاء المدرسة there are pictures of Erbil on the pencils هناك يعني صور لأربيل على الأقلام and every pencil وكل قلم is a different color إنه يعني لون مختلف والآن سوف نأتي الأسئلة التي في الأسفل number one write to favorite things Jenna did on her holiday يعني اكتب ثلاثة أشياء جنا عملتها في عطلتها مفضلة وعملتها في عطلتها فنقول she went to Erbil هذا أول شيء إنها ذهبت إلى Erbil or the mountains أو الجبال she played in the snow إنها يعني لعبت في الثلج she bought presents واشترت هدايا هذه ثلاثة أشياء مضلة لها number two when is she going to see her friends when is she going to see her friends يعني متى سوف ترى أصدقاها فنكتب she's going to see her friends tomorrow إنها سوف ترى أصدقاها غدا number three who puts pictures on her bedroom wall من يضع صور على حيطان أو حائط غرفة نومها فتكون her friend رهف صديقتها number four whose favorite drink is tea من الذي شرابه المفضل هو الشاي فيكون her grand father جدها number five who has called female الذي لديها أقدام باردة فتكون her grand mother جدتها number six what did Jenna buy for her school friends ماذا Jenna اشترت لأصدقاء المدرسة فاشترت some pencils بعض الأقلام الرصاص she bought أما نقول some pencils أو تقول جملة طويلة she bought some pencils for her school friends إنها اشترت بعض الأقلام الرصاص لأصدقاء المدرسة الآن لدينا activity B draw pictures and write your own notebook about أرسم صورة أرسم صور وأكتب يعني ملاحظاتك الخاصة حوله فهنا يكتب الطالب أما on holiday يعني عطلة or a weekend أو يعني نهاية الأسبوع أو أترب رحلة فهنا نكتب يعني الطالب يكتب حسب ما يريد فأنا كتبت this is my notebook about my holiday هذه ملاحظاتي حول عطلتي I went to Egypt أنا ذهبت إلى Egypt it was amazing إنها كانت متهجة ها are my favorite things I did هنا يعني أشياء المفضلة التي أنا عملتها the pyramids يعني الأهرامات where طبعا لنا جمع فنختار where wonderful كانت رائعة I went with my family أنا ذهبت مع عائلتي we played in the sand إحنو لعبنا في الرمال and visited the pyramids وزرنا الهرامات I ate a lovely lunch أنا يعني تناولت طعام أو غدا جميل and drank وشربت mango juice وعصير المانغو I bought presents أنا اشتريت هدايا for my friends إلى أصدقائي it was great fun إنها كانت متعة رائعة فيستطيع الطالب أن يغير حسب ما يريد أين يذهب في العطلة والآن لدينا lesson 6 page 98 صفحة 98 of the activity book من كتاب النشاط activity 8 فعليه what can you remember ماذا تستطيع أن تتذكر answer the questions يعني أجيب عن الأسئلة هذا التمر هنا يتحدث عن القطع التي أخذناها في الكتاب الملون في كتاب الطالب عن كرام وديما وفراس وجنا فهنا يسأل number one how does كرام's dad get to work كيف يعني والد كرام يذهب إلى العمل كما قلنا هو يذهب إلى العمل بواسط السيارة فأما يقول my answer هنا لدينا حق الإجابتي وهنا my friend's answer يعني حق الإجابة صديقي فأنا كتبت my answer by car بواسط السيارة مثلا جواب الزميل يكون he goes to work by car number two there's كرام's dad like driving to work هل يعني والد كرام يحب يعني واقع إلى العمل فنقول no he doesn't هو لا يحب وجواب زميل يكون أما يكون he likes driving هو يحب السياقة هو يحب ولكن but he doesn't like driving to work ولكن لا يحب أن يسوق إلى العمل لأنه يكون مزدحن number three where did Dima's mother go last week أين ذهبت أمنا في الأسبوع الماضي فيكون to النجف الأشرف ويكون جواب زميلي she went to النجف الأشرف number four how long did it take Dima's mother to get there يعني كم أخذت يعني من الوقت حتى تصل معلكة فأخذت 30 30 minutes 30 دقيقة لأنه بالطائرة وجواب صديقي يكون it took her 30 minutes إنها أخذت هناك 30 دقيقة number five what are Jenna and her friends going to see ماذا Jenna وأصدقها سوف يشاهدون lots of beautiful places الكثير من الأماكن ممتعة في العبارة كما قلنا بأنها Jenna ذهبت في العبارة my friends answer يعني جواب زمي يكون they are going to see lots of beautiful places number six what's Jenna going to make for the picnic ماذا Jenna سوف تعمل للنزهة فكما عرفنا بأنها سوف تعمل كيك فنقول a cake وجواب الزمي يكون she is going to make a cake إنها سوف تعمل أو تصنع كيك number seven how did Firaz's brother كيف يعني أخو فراز go to ناصرية يعني ذهب إلى الناصرية فهو ذهب بواسطة القطار فنقول by train بواسطة القطار ويكون جواب الزميل he went there by train number eight did Firaz's brother like going fast هل يعني أخو فراز يحب يعني أن يذهب يعني سريعا فلنقول yes he did نعم هو أو yes he did it was exciting نعم إنه مثير والآن لدينا الصفحة الأخرى lesson six page 99 صفحة 99 of the activity book من كتاب النشاط look back صندوق النظر do you remember about regular and irregular verbs هل تتذكر حول الأفعال منتظمة والأفعال غير منتظمة فكما regular verbs الأفعال منتظمة and تنتهي بيد yesterday مثال هنا دينا yesterday البارحة I walked to school أنا تمشيت إلى المدرسة فوقت وضعنا لها إذي بينما regular verbs الأفعال غير منتظمة have no pattern لا تملك يعني نموذج وإنما يعني تدغير الكلمة نهائيا I swam in the sea أنا سبحت في البحر وكما تعلمنا بأنه الأفعال المنتظمة هي بإضافة ed أو d مثال هنا دينا مثلا play فهي بجون e فنضع لها ed played بينما love love هي نهايتها e فنضع لها فقط d وهناك الكثير من الكلمات وذكرتها في فيديو السابق وشرحته الأفعال المنتظمة والأفعال غير منتظمة أما الأفعال غير منتظمة regular verbs تتغير الكلمة نهائيا مثال go تصبح went swim swim يسبح تصبح swam take يأخذ تصبح took أخذه give يعطي تصبح gave أعطى make make تصبح made وهناك الكثير وهناك الكثير من الأفعال الشاذة والغير منتظمة والآن لدينا activity d look at the present verbs أنظر للأفعال المضارعة and write the past verbs أكتب الأفعال الماضي write r for regular أكتب r للرجل المنتظمة or i for irregular و i لغير المنتظمة وهنا لدينا الأفعال المضارعة ويطلب مننا أن نحولها إلى الماضي is الماضي إلها هو was was وهذه هي أفعال غير منتظمة فنكتب i irregular i و r أيضا الماضي إلها هو where وأيضا تكون irregular غير منتظمة و tell أيضا تصبح told يعني tell يخبر told أخبر أيضا irregular غير منتظمة take تصبح took تغيرت الكلمة نهائية أيضا regular و make تصبح made وأيضا regular و travel تصبح traveled traveled نضاعف l و نضيف ed وهذه تكون منتظمة فنكتب are regular و لدينا visit تصبح visited visited نضيف لها ed فتكون regular منتظمة فنكتب are و love أيضا loved تصبح نضيف لها d فقط لين هي به e وأيضا هذه منتظمة لين بضافة d وال ed fly تصبح flow يعني هي غير منتظمة فنكتب i وأيضا look تصبح logged نضيف لها ed وأيضا regular و الآن لدينا lesson 7 page 100 صفحة 100 من كتاب النشاط activity a الفعالية a write the words and the punctuation in order يعني أكتب الكلمات والعلامات الترقيم وعلامات الترقيم في الترتيب الصحيح فهنا ندينا number one my holiday went النجفة الأشرف last mother week 4 أي فنكتب أول شيء my mother my mother فنكتب طبعا الأيم capital نسويها my mother أمي ذهبت فهي ذهبت went هو go بالمضارع وهنا لدينا went هي معنى ذهبت went ذهبت إلى النجف الأشرف فنقول to to النجف الأشرف to to النجف الأشرف to النجف الأشرف for last week last week الأسبوع الماضي last week for a holiday في عطلة for تنكتب for وبعدها أي holiday for a holiday ونضع dot النقوة number two هنا هدينا dot dad my work يعني أبي العمل to drive زي سوق فهنا هو الأبي يسوق إلى عمله في ديالة فنقول my dad drives زي سوق to to work to work في ديالة فنكتب أول شيء my ونعملها capital letter my dad بعدها my dad drives يسوق drives to to work to work to work to work in ديالة in وديالة يا لا ونضع dot النقوة number three it only minutes يعني فقط دقائق 30 minutes دقائق 30 took to get there لكي تصل هنا لك plane الطائرة by بواسطة from فهنا كما عرفنا بأنه الأم هي عندما سافرت بواسطة الطائرة أخذت 30 دقيقة فقط فنقول it only took إنها فقط تأخذ 30 minutes 30 دقيقة to get there لكي تصل هنا لكي from Baghdad من بغداد by plane بواسط الطائرة نكتب أول شيء it ونعملها capital it only إنها فقط took took يعني أخذت بالماضي took 30 minutes 30 دقيقة 30 minutes to get there لكي نصل هنا لكي get to get from from Baghdad from Baghdad from Baghdad Baghdad by plane بواسط الطائرة by plane ونضع النقطة وننبه فوهز أند أنكو عموه أو خاله أنت عمته أو خالته وعلامة السؤال إن اللي فيعيشون ناس ريادو هنا لدينا question mark أداة السؤال إذن يجب أن نسأل بي أما أداة أدوات الاستفهام what where which أو بالفعل المساعد فهنا لدينا لدينا أدوات الاستفهام إذن نسأل بالفعل المساعد do ونضعه أول شيء do يعني معناه هل عمه أو خاله وعمته أو خالته يعيشون في الناصرة فنقول do his ankle and and live in Nasria do his and an ankle and and ankle live in Nasria ناسيا ونضعه question mark علامة السؤال ونمبر 5 are going to go by ferryboat the river on we فنريد أن نقول هذه جملة مثبتة فنبدأ بالفعل هو we 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 are نريد أن نقول نحن نحن سوف نذهب بواسطة العبارة في أنهر we are تأخذ أربعة فعل المساعد we are going نحن سوف we are going to go to go to go بأن نذهب نحن سوف نذهب by ferryboat by ferry boat the river on the river في النهار ونضع dot النقطة الآن لدينا activity read the missing words اكتب الكلمات المفقودة look at page 101 انظر إلى صفحة 101 of your pupils book من كتاب الطالب to check your answers لكي يعني تفحص أجوبتك لكي تفحص أجوبتك number one last week الأسبوع الماضي my sister went to see our grandparents يعني الأسبوع الماضي أختي ذهبت لكي ترى أجدادنا فأجدادنا هم جمع فنقول they live in hila they للجمع فنستخدم they live in hila هم يعيشون في الحلة went there by train هي ذهبت بواسطة القطار وليست لأجداد فنقول she went عن أختي فنقول she went there by train إنها ذهبت بواسطة القطار it was first time on a train إنها يعني كانت لها المرة الأولى في القطار her it was her first time إنها كانت المرة الأولى لها في القطار and she loved it وهي حبته number two yesterday my father went to Basra for a holiday يعني أبي ذهب إلى البصرة في عطلة with his family مع عائلته he flew the by plane نحن نتكلم عن الأب فنقول he he المذكر he flew يعني طارب وسط الطائرة it took about one hour together from Baghdad إنها أخذت ساعة واحدة ليس الأب وإنما الطائرة والطائرة هي جماد ومفرد فنقول it took about one hour إنها أخذت ساعة واحدة to get there يعني تصل هناك from Baghdad من بغداد next time يعني المرة القادمة he goes to Basra هو سوف يذهب إلى البصرة عن الأبنة تحدث فنقول he سوف يذهب إلى البصرة I'm going to go I'm going to go with my father أنا سوف يذهب مع أبي والآن لدينا الصفحة الأخرى lesson seven page one hundred and one صفحة مية واحد of the activity book من كتاب النشاط activity see find the mistakes يعني جد الأخطاء circle them يعني حوتهم and write the sentences correctly ويعني أكتب أكتب الجمل بصورة صحيحة هنا ملاحظة there is one mistake in each sentence هناك خطأ واحد فقط في كل جملة الجمل الأولى number one I swam on the sea أنا سبحت على البحر هنا الخطأ هو on وليست on وإنما نقول in فنكتب I swam in the sea number two my holiday favorite was in Jordan يعني كانت العطلة المفضلة هي في الأردن ليست holiday ليست holiday favorite وإنما الصفة تقدم على الاسم فنقول my favorite holiday عطلة المفضلة was in Jordan كانت في الأردن number three I went on plane أنا ذهبت على الطائرة كما تعلمنا بأنه مع وسال النقل نستخدم by وليست on فبدل on نضع by I went by plane number four that's a big very number هذا يعني كبير جدا رقم أيضا دائما الصفات قبل الاسم فنقول that's a very big number إنه رقم جدا كبير number five I bought lots of seveners أنا أشتريت الكثير من التذكارات أيضا خطأ المفضل بينها off أنا أشتريت الكثير من التذكارات I bought lots of seveners فنضع off number six in summer في الصيف it's very cold in Baghdad إنها جدا باردة في بغداد في الصيف يتكون جدا حارة فنقول in summer it's very hot in Baghdad يعني هذا التمرين يعتمد على القواعدات وعلى المعنى أيضا number seven we eated نحن أكلنا our picnic food on the ferry boat على العبارة هنا eated هي لا تأخذ أيدي هي فعل شاذ فتصبح eight لا تأخذ أيدي غير منتظمة فنقول we ate our picnic food نحن تناولنا طعام النزه على العبارة number eight I didn't take any photos because it was wind أنا لم أخذ أي صور لأنه كانت رياح ليست رياح نقول وإنما windy فنضع لها why والآن لدينا lesson eight page 102 صفحة 102 of the activity book من كتاب النشاط I can أنا أستطيع activity A read and correct the mistakes يعني أقرأ وصحح الأخطاء you are going to help mark a pupil's homework أنت سوف تساعد في وضع درجات على واجب التماري للطلاب the teacher has put these correction marks يعني المعلم وضع هذه يعني علامات التصحيح next to the mistakes يعني إلى جانب أو بجانب الأخطاء can you help correct the homework تستطيع أن تساعد في تصحيح الواجب البيتي correction symbols يعني رموز التصحيح verb V هي اختصار لverb SP اختصار لي wrong spelling يعني تهجي خاطئ و C capital letter يعني حرف كبير و W O هي word or die يعني ترتيب الكلمة و WW هي wrong or die كلمة خاطئة كلمة dream يعني حنوم كلم It's Saturday إنه يعني يوم السبت هنا دينا سيء موضوع يعني معناها كبيتالتة المفضوض نسوي إذن الخطأ الأول هو نسوي Saturday كبيتالتة فسوينا الاس كبيتالتة It's Saturday and it's a rainy day و هو يوم منطر كرام is at home كرام في البيت writing a book يقرأ كتاب about France حول فرنسا He wants هنا وضعنا SP يعني wrong spelling يعني تهجي خاطئ الكلام ليست أو إنما I want He wants to go to France ويريد أن يتب إلى فرنسا It's 11 o'clock إنها الساعة الحالية عشر at night كرام is asleep in bed كرام هو نائم في السرية كرام has a lovely dream كرام كان يعني لديه حلم جميل He and his family are going on a holiday He and his family are going on holiday at France هنا لدينا WW معناها wrong word كلمة خاطئة هي ليست at وإنما to هو وعائلته ذهبوا إلى يعني في العطلة إلى فرنسا They are by plane going هنا ترتيب هنا W-O معناها word order ترتيب الكلمة خاطئة فنقول They are going by plane It's the first day إنه اليوم الأول of the holiday من العطلة It's hot and sunny إنه كان حار ومشمس كرام كرام and his family are at the evil tower يعني كرام وعائلته في برج evil كرام is going to take lots of photos يعني كرام سوف يأخذ كثير من الصور He hopes they are good هو يأمن يكونون جيدات He wants to win the school challenge هو يريد أن يرباح عند حد المدرسة كرام is in his classroom at school كرام في صفه في المدرسة He is showing his teacher هو يعني يري معلمه the photo that he take on holiday يعني الصور التي يأخذها التي يأخذها في العطلة هنا هدينا very يعني خطأ المفوض took الماضي اللي هو يتكلم that he took التي أخذها في العطلة نضع بدل take took his photo wins the school challenge يعني صورته ربحة تحدي المدرسة he is very happy إنه جدا سعيد in the morning في الصباح كرام wakes up استيقظ he is smiling about his dream هو مبتسم حول حلمه it was a great holiday إنها كانت وأطلى رائعة والآن لدينا الصفحة الأخرى لسن 8 page 103 صفحة 103 of the activity book من كتاب النشاط my new words كلماتي الجديدة activity b what are the new words you know ما هي الكلمات الجديدة التي تعرفها write 6 new words here هنا أكتب يعني 6 كلمات here and remember them وتذكرهم فالطالب يكتب أي كلمات يعرفه فأنا كتبتوا slippers يعني شباشيب أو النعال scarf الوشاح winter الشتاء sunny مشمس cloudy warm و الآن لدينا activity c read and circle the correct verbs يعني أقرأ وحوط الأفعال الصحيحة number one tomorrow I'm going to play or played with my friend لأنه tomorrow غدا فنتحدث عن المستقبل فنقول سوفة فنستخدم I'm going to play نختار يعني سوفة ألعب مع أصدقائي number two on holiday في العطلة I swim or swam in the sea يعني أنا أصبح أو سبحت في البحر and made sand castles وصنعت قلاع يعني من الرمال on the beach على الساحل فهنا هدينا and made وصنعته إذن بالماضي فنستخدم swam سبحت وصنعته number three when we went to Jordan حينما ذهبنا إلى الأردن ذهبنا إذن في الماضي on holiday we see or saw نحن شاهدنا إذن نختار saw the caves يعني الكهوف in Petra في البترة number four I buy or bought you this present أنا أشتري أو أشتري يعني هذه الهدية لك do you like it هل حبيتها بالمضارع نتحدث إذن نستخدم buy I buy you this present number five where are you going to go or where did you go on holiday last year هنا يدين last year السن الماضي إذن نستخدم الماضي where did you go on holiday last year number six my little sister أختي الصغيرة learns or learned how to swim at the sports club learns لأنه يعني أختي الصغيرة هي مفرد ونتحدث عن مضارع في الوقت الحاضر فنستخدم learns learns number seven my mother flew to النجف الأشرف on or by plane أمي طارت إلى النجف الأشرف كما قلنا مع وسائل النقل نستخدم buy number eight my dad works or work in Basra and he goes to work by car my dad هو اسم مفرد في استخدم works فيه اس السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله نور دربك يا راب نور دربك يا راب أسعد قلبك يا مليكي يا رجائي يا ذليلي وضيائي نور دربك ليس لي حول فإني بك حولي وعلي بك حولي وعلي بشهيقي وزفيري أنا محتاج إلي أنا محتاج إلي